صباح مصري أصيل يموت في الهزار صباح الورد البلدي ويفول على الفطار بدعوة تطيب جراح الغلابة بدحكة تزين وشوش الطيابة تبتسم بابتسامة تفوت في الكآبة تجلجل فيطلع في لحظة النهار أعزائي المشاهدين صباح بكرة أحلى طبعا كل سبت من كل أسبوع معاكم برنامج صباح بكرة أحلى الأسبوع دوت عندنا أمطار وسيول في اسكندرية السواحل في مدن القناة شمال وجنوب سينة إنما ده طبيعي وده بيحصل في كل مكان في العالم إنما اللي مش طبيعي وبيحصل في كل مكان في العالم إن احنا مبقاش مستعدين استعداد كبير جدا زي ما حصل كده في التجمع في القاهرة عايزين نقول يا جماعة اللي مش عايز يشتغل يا ريت يقعد في بيتهم وما يشتغلش يسيب غيره يشتغل إحنا مش عايزين موظفين يعني يجوا الساعة كذا ومشوا الساعة كذا لا إحنا عايزين مبتكرين عايزين مخترعين عايزين الناس تقعد تفكر بعقلها تعمل إيه وتنظم إيه مهم جدا الكلام دوت عندنا من ضمن الإشاعات اللي بنكذبها عندك مثلا بيقولك في مدن القناة سيارات السرفيس عشان تعدي المعدية بتدفع رسوم ودي إشاع الحقيقة إن أساسا العربيات السرفيس مش بتدفع أساسا رسوم في حاجات كتير مثلا زي عندك يقولك البوابة بتاعت المدرسين تقديم المدرسين تبع وزارة التربية والتعليم متوقفت وخلاص لا الكلام ده برضو إشاعة مازالت موجودة ومازالت بتقبل التقديمات في حاجات لازم نخلي بالنا منها الإشاعات بتبقى سبب رئيسي في مشاكل في دول لأن هي ديت أسهل طريقة للحرب على الدول اللي زينا ويمكن شوفنا في بعض من الدول حاجات كتير زي كده هو نخلي بالنا من الإشاعات لازم نحاربها ولازم نقف كلنا ضد هذه الإشاعات الحاجة التانية الأمور الخارجية زي مثلا اللي إحنا يجب إن إحنا نستفيد منها برضو زي ثورة لبنان حاليا الشعب اللبناني شعبي جميل جدا حتى بثورته يعني في بعض مثلا تعليقات من بعض من المواطنين اللي على الفيسبوك يقول لك ما تتجوز أصلي بتقول لبنان جايين والكلام دوت طبعا الكلام ده غير مقبول تماما يعني أظن يعني أنت بجمالك أو بحلوتك هم هيقعوا في دباديبك عايزين نقول الكلام دوت لازم نخلي بالنا منه حط نفسك مكاننا يعني مكانهم وخليك أنت في وضعهم لما يقولوا هم الكلام دوت إحنا مستنيين ستات والبنات بتوع لبنان كلام ده مفروض عيب ما يصحش إنه يتقال إحنا شعب عربي أصيل دي أمك أختك بنتك الحاجة التانية اللي عايزين نستفيده من موضوع ثورة لبنان هو شعب راقي رغم تعدده يعني رغم تعدد مسلمين مسيحيين شيعة سنة يعني فيه عنصرية فيه آه فيه حاجات كتير جدا إنما الشعب طلع يقول لبنان الشعب طلع يوضح لنا جزئية المسألة مش بالصوت وبالخناء وبالتكسير وبالقلاء هو طالع يقدم أغنية يغنيها عشان يعتارد حتى اعتراضهم بالنكت حتى اعتراضهم بحاجات كتير جدا لبنان يعني راقية هو شعب راقي نتمنى له الخير بس هو فيه ناس كتير جدا مش عارفة لبنان طلعت ليه بصورة لبنان طلعت بصورة لأن الاقتصاد اللبناني بينهار المفروض إن كمان الماديونية زادت ما فيش مشكلة بالنسبة للماديونية لو زادت بس لكن كمان ما فيش انتاجية أو اقتصاد يوازي دوات عايزين نقول إن مثلا في دول من أكبر الدول في العالم زي اليابان والصين هي أكبر دولة عندها مديونية خارجية لكنها كمان عندها اقتصاد قوي يغطي دولة هما تلعوا لأن المشاكل عندهم كتير غير الاقتصادية مثلا جابوا سيرة مصر قالوا إحنا عايزين نبقى زي مصر يعني مصر كان بتقطع فيها كهربا دلوقتي ما بقتش تقطع في لبنان عندهم مثلا الكهربا لما تبقى موجودة ده دي حاجة غير طبيعية الكهربا بتبقى موجودة عندهم مثلا ساعتين ثلاثة لكن على طول الكهربا قطع فبيستخدموا مولدات بيشترك كل كم عمارة في مولد ويشتركوا مع بعض حتى تلاقي السلوك ممدودة لو بصيت في أي مدينة لبنانية تبص تلاقي فوق تبص فتلاقي فيه سلوك من كتر ما هم موصلين الموضوع ده فهم بيقولوا بيطلبوا من بعض يعني بعض الشعارات اللي تلعت بيقول احنا حتى عايزين نبقى زي مصر لما أحدهم جي من أحد القيادات في مصر وهو ليه كان شقة في مصر فبيقول لهم أنا استغربت أن مصر ما بتقطعش فيها الكهربا هم نفسهم يبقوا زي مصر احنا نفسينا نبقى زيهم في أسلوب المظاهرة لو عايزة أعترض يعني أعترض بأسلوب راقي جميل ده مهم جدا لكن المظاهرات عموما ما بتجيبش نتيجة المظاهرات أنا شايف أن في بدائل كتير للمظاهرات عايز تعترض على شيء اعترض لكن حط بديل للشيء ده حط بديل أنا بعترض على الشيء ده ليه ما يمكن ما فيش أحسن منه يمكن اللي قاعد بيفكر ما لقاش أي إمكانيات وما لقاش أي حاجة غير القرار ده أو الموضوع ده انت حاول لو هتعترض حط بديل لو حطيت بديل يبقى أنت صح لكن تطلع عشان تخرب أو تطلع عشان خاطر يعني تهد بنية تحتية لأي بلد وده احنا شفنا كتير والعراق دلوقتي برضو فيه مظاهرات لنفس الأسباب يعني مش هننكر كمان ونأكد رفضنا للعدوان التركي على أراضي سوريا مهم جدا أن احنا نؤيد ونؤكد يعني الشجب في هذا الموضوع لأن ده اعتداء على سيادة دولة عربية والموضوع برضو يا جماعة عشان نفهم ما فيش حد بيعمل اعتداء أو بيحاربنا كده وخلاص ما بيحاربناش إلا الأهداف ومطالب معينة في نفسه سوريا الحاجات اللي هتطلع جديد بالنسبة للنفد هتخليها رقم اتنين في العالم فالدنيا كلها بتجري عليه مصر بلد قوية ومحتاجين الشعب المصري يتكاتب في بناء هذه الدولة ما ننساش أن الأمطار اللي حصلت يعني كشفت بعضه أمور سلبية وكشفت إيجابيات إنما لازم نعرف أن ده بيحصل في كل دول العالم سواء عربية أو أوروبية السيول أو أمطار بالشكل ده في مدخلة تليفونية قالوا الفصلة المكالمة يرجع التصل بنا تاني فعايزين نقول يا جماعة عايزين نخاف على بلدنا قوي القمة الروسية الأفريقية من دمن إنجازاتها الحالية هي الاستثمار في أفريقيا وأنا شايف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني هو ما شاء الله يعني ابتدى يبقى فيه إنجاز كبير حتى في أفريقيا هم اختروا أساسا لأنه شايفين إنجاز في مصر وشايفين دي إيه فيه إنجاز في مصر يمكن الرئيس الروسي بيتين لما بيتغذل في الجرفتة بتاعة الريس فبيسألوه أنت يعني إيه إعجابك بالرئيس عبدالفتاح السيسي يعني لهذه الدرجة قال لهم رجل قوي وقدر ينجز أمور كتير جدا كانتش ممكن يبقى فيها إنجاز وفي وقت بسيط قوي ده مهم إن إحنا نعرف قيمتنا قوي لأن مصر كبيرة جدا عندنا النهاردة في حلقتنا عندنا أمرين الأمر الأولاني مع القانون اللي هو المستمر معنا في كل حلقة المستشار يسري شهاب المحامب النقض دستورية العليا خبير جرائم المعلومات هنتكلم النهاردة عن جرائم السوشيال ميديا وعندنا الفقرة التانية معنا النائبة الرائعة والنشطة الدكتورة الشادية دي بعد ومجلس النواب وعندنا تساؤلات لها كتير جدا ويمكن الدائرة عندها بمجرد ما أعلننا إنها هتبقى معنا في صباح بكرة أحلى عايز أقول لكم الأسئلة كانت كتير جدا لدرجة أن أنا خايف يعني ما أقدرش أقول جزء منها كبير يعني نرجع تاني بالنسبة لجرائم السوشيال ميديا كان فيه بنت عندها 16 سنة سمعت إن الفيسبوك وكده هوت يعني حاجة جميلة فعملت صفحة فيسبوك بيطلعوا الصور بتاعتهم وكده حطت صورها ابتدى هنا هوت واحدة تكلمها تتعرف عليها على عندك كم سنة عندي 16 أنت عندك كم سنة 30 بس أنت صغيرة قوي المهم قالت لها اللي عندها 30 سنة كان فيه واحدة خلي بالك كانت صورها موجودة عن نت فواحد خدها وكلمها على إنها واحدة وبعد كده هددها ولكب صورها بطريقة مصصحيحة على حاجات يعني مخلة فخلي بالك قلت لها لأ أنا مخليها بالي ومش بقضيف أي حد يعني بس أنا بقضفتك لما لقيت صحابي بيضيفه يعني الناس كويسة وكده قلت لها لأ أنت ضفتيني أنت وقحت في نفس الموضوع يعني أنا يعني خدت صورك ركبتها على حاجات وهدت اديتها لدرجة هددها طلع واحد وبعد كده هو يعني طلب يقابلها وكان هو وصحابه طارت البنت تمشي بطريق مش كويس لخوفها من أهله عمعانا النهاردة للإجابة على تساؤلاتنا المستشار يسري شهاب المحامل بن نقض والدستورية العليا خبير جرامل المعلومات أهلا بيك يسري بيه أنا سهلا بيه أنا سهلا بيه إيه يعني يعني أنت شايف إيه رأيك في موضوع الجرائم السوشيال ميديا وموقف زي اللي أنا لسه حكيه قصة دي كان المفروض تعمل إيه بصفا دي هو دلوقتي علشان نتكلم عن جرائم السوشيال ميديا جرائم الإنترنت أو ما يطلق عليها الجرائم المعلوماتية أو الجرائم الإلكترونية دي من أهم الجرائم العصرية الجرائم العصرية دي بتهدف إلى إيه؟ بتهدف إلى الإبتزاز والتهديد والسرقة خاصة سرقة المعلومات فدي من أهم الجرائم العصرية اللي تحدث عنها القانون 175 لسنة 2018 القانون ده قال كل من انتهت حرمة الغير أو الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو كل من أرسل رسائل لشخصية بكثرة رغما عنه يعد مرتكب جريمة انتهاء حرمة الغير وجريمة حرمة الغير دي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه وتشدد القانون في هذه العقوبة تحديدا لأن دي من ضمن الجرائم العصرية الخطيرة اللي بيقع عليها أو اللي بيقع بيقع فيها بعض الشباب والبنات حديث السن بمعنى أن بيوجد بعض الحسابات الخطأ أو بعض الحسابات المصطنعة زي ما ما عليك كنت بتقول كده ييجي شاب يعمل نفسه فتاة ويدخل على صفحة فتاة ويكلمها ويدعي القيم ويدعي المبادئ ويدعي الأخلاق فهذه الفتاة تنصاق إلى هذا الشاب وبعد ما تنصاق إلى هذا الشاب تكتشف بعد ذلك أنها وقعت في مصيبة في جريمة من جرائم الإنترنت اللي هي ما يطلق عليها الجرائم المعلوماتية وجرائم السوشيا الميديا بصفة عامة اللي تحدث عنها القانون في المادة في القانون 175 لسنة 2018 في المادة 25 والمادة 26 والمادة 27 والمادة 28 في كيفية التصدي لهذه المشكلة طيب يعني يعني سيادة المختصر هنا هو البنت خافت من أهلها وانصاغت للتهديدات اللي هو السور اللي ركبها وطبعا غزبا عنها مشت في هذا الموضوع وما رجعتش تاني لأهلها كانت تقدر تعمل إيه وقتها؟ قبل ما تقدر تعمل إيه وقتها إحنا الأول بنتكلم عن ما يفعله وهذا الشخص هذا يعد ابتزاز الابتزاز ده تحدث عنه قانون العقوبات في نص المادة 327 كل من يبتز شخص ما يقع تحت طائلة نص المادة 327 من قانون العقوبات وهيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات ده الابتزاز اللي موجه من قبل هذا الشخص تجاه هذه الفتاة ده نمرة واحد ده نمرة اتنين أنت سعادتك بتقول لي إيه اللي ممكن تعمله الفتاة الفتاة ممكن تعمل حاجات كتير جدا إحنا ممكن نتكلم عن الأشياء اللي ممكن تعملها الفتاة قبل وقعها في هذه الجريمة ممكن نتكلم عن المشاكل اللي ممكن الأشياء اللي ممكن تفعلها هذه الفتاة بعد وقعها في هذه المشكلة أعزائي المشاهدين بعد الفاصل هنقول لكم تقدر تعمل إيه البنت فاصل ونرجع تاني موسيقى 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 بكرة خير وخير كتير بكرة نسموش عايزة غير عيشة دفية وضحكة صفية فرحة وخيوت من الأب صباح الأمل صباح السعادة صباح بكرة أحلى ورجعنا تاني ونسأل المستشار يسري شهاب المحامب النقد والدستورية العليا خبير جرائم المعلومات يسري بيه طيب يا تارى ايه يعني من ناحية القانونية عقاب نشر الصور الإباحية وتركبها بالنسبة للأخرين موسيقى هو القانون مية خمسة وسبعين لسنة الفين وطمانتاشر وده قانون مكافحة تقنية المعلومات الإلكترونية وكان قابليه في الفين وثلاثة القانون رقم عشرة القانون الخاص بالاتصالات تنظيم الاتصالات وبعديه كان قانون حماية المستهلك القانون رقم سبعة وستين لسنة الفين وستة القانون ده قال ايه؟ سرقة البريد الإلكتروني سرقة الموقع انتحال الصفة نقل البرامج جرائم ضد الأفراد وجرائم ضد الحكومات خاصة بقى الجريمة اللي ساعتك بتتكلم عليها اللي هو إذا قام أحد الأشخاص بنشر صورة لفتاة مخل للأداب بيقع تحت طائلة القانون في المادة خمسة وعشرين والمادة ستة وعشرين من القانون 2018 وكل من تعمد استعمال شخصية الغير لربطها بمحتوى منافي للأداب يعاقب بالسجن مدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات جميل طيب عايزين نقول طيب يعني يعني أنا برضو عايز أرجع أقول البنت تتصرف إزاي لو بنت في هذا السن قاصر وعندها ستة عشر سنة يا ترى إيه التصرف اللي المفروض تعمله عشان يحميها من هذا الشخص واجد بيه أول حاجة تعملها البنت في هذا الشأ هي أن تقوم بتقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ده نمرة واحدة نمرة اتنين الخط الساخن رقم مية وتمانين للإبلاغ عن جرائم الإنترنت نمرة ثلاثة اختار إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي إما تليفونيا إما أن تتوجه بشخصها إلى مبنى مكافحة جرائم الحاسب بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تمام غير كل ده بقى يجب عليها أن تحتفظ بجميع الرسائل والمكالمات اللي تمت بينها وبين هذا الشخص وتتجه إلى أقرب اسم شرطة وتحرر محضر بالواقع ده من ناحية القانونية لكن لو حبينا بقى نتكلم عن الجرائم دي إزاي نخليها ما تقعش وإذا وقعت إيه الدور اللي بتقوم به الفتاة فيجب هنتحدث عن شيئان الشيء الأول قبل وقوع الجريمة وهو أن نحاول بقدر الإمكان أن هذه الجريمة لن تتم إزاي ما عليك أولا يجب على البنت تحذر من مجموعة أشياء هم جدا إيه هي الأشياء دي أولا عدم الرد على أي مكالمة مجهولة ترد على المكالمات اللي متسجلة عندها بالأسماء والأشخاص المعروفين أما الأرقام والأشخاص المجهولين بالنسبة لها ما تردش ولو ردت ترد رد مختصر ما فيه شيء من الدلع أو من الولع علشان المكالمة ما حدش يستغلها بالضغط يعني هو ممكن ياخد الصوت يعني يعني ممكن هاجر مثلا ياخد الصوت ويركبه على أي وضعية أخرى وبالتالي ممكن يحرر لها شكل إباحي من خلال هذه المكالمة ويستغلها ويستغلها فده اللي تخلي بالها للفتاة تمام بالإضافة إلى ما تنزلش صور على حسابها خال تمام صور خاصة به نمرة ثلاثة ألا تنخدع بمن يمدح في مفاتنها وبمالها ويدعي الأخلاق ويدعي الفضيلة تبص تلاقي سعدتك النهاردة واحد منزل منشور ديني وهو أساسا لا يعرف شيء عن الدين منزل منشور أخلاقي وهو عديم الأخلاق فهي الفتاة تخلي بالها من الأشياء دي كويس جدا يعني الفتاة لا تنخدع بهذه الأمور والشكليات تدخل على صفحته فتلاقي مثلا محتوط آية قرآنية حديث الكلام ده فتحس بطمأنينة فتحاول يعني يعني تشوف إنها إنها بتتكلم حد محترم وفي النهاية قد يكون شخص مستخبي وردها ده أنت لسه معليك آيل دلوقتي كمان ده أنت قلت ده طلع يعني هو راجل وطلع فتاة ما هو أنت لا فتاة وطلع راجل فتاة وطلع راجل يعني الوضع مختلف فتاة وطلع راجل أو راجل ويطلع فتاة يحصل الوضع نفسه وضع مش مصبوط فده قبل وقوع الجريمة نفسها طب ماذا تفعل هذه الفتاة بعد الوقوع في هذه الجريمة ده بقى الأهم من كده أولا لا تكرر هذا الفعل مرة أخرى وتتوب إلى الله ده نمرة واحد نمرة اثنين ترفض كل الطلبات اللي بيهددها بها هذا الشيطان لأنه لو انساقت وراء هذه الطلبات سوف تكبل نفسها له لأنه شيطان ويستغلها مرة أخرى وأخرى وأخرى ولا تستطيع التخلص منه حتى الموت صحيح نمرة اربعة تبلغ أو تحاول أن تتوصل إلى تبليغ من يتولى بتربية هذا الشيطان يمكن يكون ليه رادع أو يمكن يكون ليه وليه أمر يصعب عليه الحال أو يمنعه من التعرض لإحدى الفتيات وده طبعا من النذر جدا ولكن مجرد حل من الحلو واحد مش متربي بالأخلاق دي أكيد ما عندوش حد يربيه إنما احنا عايزين نقول احنا نلتجئ فورا إلى قسم البوليس نتصل بالخط الساخن 180 للإبلاغ عايزين نقول إن احنا لا ننصغ وراء هذا التهديد ولكن نحترس المستشار يسري محمد أحمد شهاب المحمد بن نقضة دستورية العليا خبير جرائم المعلومات تنصح بإيه كمان يعني يعني أنا أعرف شباب أو رجالة كمان ممكن يندحك عليهم من خلال هجر ومش داخل الجمهورية مصر العربية ولكن خارجها يشغلوا كاميرا ويشغل التاني كاميرا وهو فيديو متشغل على أنه واحدة ويبتدي ياخد بعض حاجات إباحية ويبتدي يهددوا بيها وبالفعل فيه كتير بينصغ إلى هذا التهديد تقول إيه هنا أنا هنا يعني أنا نصحت الفتاة فالنهاردة عشان أنصح الشاب وأنصح أي شاب أقول له كل من دخل على حساب الغير الخاص يعاقب بالحبس مدة لتقل عن سنة بمجرد أنه دخل بس على حساب الغير دون ارتكاب جريمة من غير ما يعمل حاجة هو بس يدخل يدخل بس على حساب الغير دون استئزام فده يعد جريمة يعقب عليها القانون 175 لسنة 2018 بالحبس مدة لا تقل عن سنة طب إذا ارتكب جريمة أو تشهير أو ابتداء أو سرق مثلا سور أو معلومات أو سرق معلومات قد تصل العقوبة إلى خمس سنوات طيب ده اللي سرق وده اللي خد وده اللي شهر طب اللي عمل الفعل بالفعل يعني فيه أحد الناس كان بعلاقة ما معينة فكان شايل السور والحاجات دي على إيميله فدخل هاجر كشف الأمور دي وبعتها للناس تشهير ده تشهير أو دي جريمة تشهير طب وهل الشخص نفسه دوت لا ملهوش عقاب ليه عقاب طبعا ليه برضو عقاب ده مجرم يعني الاتنين الاتنين مجرمين الاتنين بيقعوا تحت طائلة القانون 175 سنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات بالإضافة بقى إلى إيه النهاردة أنا لما أجي أتكلم مع كل شاب أقوله إن إحنا البلد في فترة مش محتاجة شباب بهذه الطريقة إحنا في فترة محتاجة رجالة الشاب يجب أنا أحب أقول لكل شاب خاف على نفسك خاف على أختك خاف على بنتك خاف على زوجتك خاف على أمك وقبل كل ده خاف من الله كما تدين تدان النهاردة إحنا البلد والله مش مستهلة البلد محتاجة رجالة واللي سعدتك بقى عارفه كويس جدا إن الشباب المصلي أساسا شباب شهد وشباب راضي اللي دخل علينا الجريمة العصرية والجريمة المعلوماتية والجريمة الإلكترونية متصدارة لنا من الخارج ما دي حرب برضه ولكن يجب على كل شاب ويجب على كل فتاة إن هم يخلي بالهم ويحافظوا على نفسهم ويحافظوا على بلدهم حتى ترتقل أم صحيح كلام طبعا بنغضو من طرف حديث المستشار يسري شهاب البلد محتاجة رجالة محتاجة ناس تقف في ظهرها محتاجة تبني إنما كمان الغريبة يسري به إن ما بيبقاش من داخل مصر يعني بيجي مثلا من بعض دول سواء عربية أو من خارج الدول العربية دول أجنبية أخرى دي شغلتهم إن هو يبتز رجل ليه اسمه مكانته عشان خاطر يبتزه وبالفعل في نهاية بتروح تدفع يعني يقول ديني رقم حسابك وإلا أنا هشهر وأعمل وبيدد له جزء من هذا التشهير ما هو إيه يعمل إيه ساعتها بقى يعني ساعتها يعمل إيه يعني إيه الإجراءات اللي ممكن ياخدها هذا الرجل يتوجه فورا فيه الخط الساخن الخاص بالجرائم المعلوماتية رقم 180 خط ساخن وفيه موقع خاص لوزارة الداخلية وغير كل ده وغير كل ده لا يندرج وراء هذا الابتزاز لأنه هو لو سمع كلام هذا الشيطان الموضوع مش هينتهي لا يمكن أن ينتهي أبدا وهتستمر الجرائم بهذا الشكل تمام طيب يعني عايزين نقول نخلي بالنا يا جماعة فيه عقاب وفيه قانون وفيه يعني عايزين نقول كمان أن يجب على الرجل أو الست سواء البنت القاصر أو الرجل اللي بيتهدد أو الست اللي تتهدد أنه يتجه فورا إلى الجهات المعنية اللي هي مسؤولة عندها أظنني دلوقتي بقى خلاص بقى فيه مباحث للإنترنت وقدروا يشتغلوا يصري يا فندم فيه مباحث للإنترنت وفيه إدارة لمكافحة الجرائم المعلوماتية وكمان كنت عايز أقول لحضرتك على الحاجة مهمة جدا الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دلوقتي بيعرض قانون على رئاسة مجلس الوزراء لتجديد الجرائم المعلوماتية الكلام ده بقى له فترة ولسه ما تمش البت فيه لما يتم البت فيه هيكون الجرائم المعلوماتية لها عقاب أشد وراضع يمنع كل شاب وكل فتاة وكل شخص أن يرتكب هذه الجريمة جاء كلمة أخيرة في نهاية اللقاء يسري بيشهاب محمد بنقضة الدستورية العالية خبير جرائم المعلومات كلمة أخيرة كلمة أخيرة أنا بقول لكل شاب وكل فتاة إحنا في مرحلة صعبة جدا والبلد محتاجاكو البلد محتاجاكو ولازم تكونوا أحسن من كده وأشد من كده وارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى واستقلوا له حتى تنهض دولتنا جميعا وشكرا طبعا إحنا اللي شاكرين لك على طول تقول لنا يعني حاجات قانونية بنفيد بيها المشاهد أعزائي المشاهدين انتظرونا في الفقرة التالية مع النائبة الدكتورة شادية سابت صباح بكرة أحلى بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر